السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزي ما تعودنا قبل من نبدأ حكايتنا نصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام الموضوع النهاردة صعب جدا للغاية يعني أتمنى من سيادتكم الاشتراك في القناة ودعم وتفعيل الجرس وشير كتير ليصل الفيديو الأكبر عدد ممكن إن شاء الله قصة مأساوية بمعنى مأساوية والله إني بكيت لما سمعتها قصة تقطع القلب وحصلت بالفعل اتنين إخوات بداية القصة اتنين إخوات أبوهم ميت من هم شلموهم شقت عليهم وربطهم يعني أحسن تربية على قد ما قدرت الكبير فيهم أكبر من أخوه بأربع سنين يعني أبوهم سايبهم وهم لسه صغيرين واحد عنده عشر سنين والتاني عنده ست سنين بينهم وبين بعض أربع سنين عمر الولد الكبير اللي كان عنده عشر سنين كان بيشتغل من بعد ما دخل أولى إعدادي يعني كان بيشتغل مع ابتوع على منتال بيشتغل في النجارة المهم إن كان بيشتغل يجيب أي يومية عشان يساعدهم الغلبانة اللي كانت صحتها على قدها لغاية ما الاتنين كبروا والكبير أخذ دبلوم يعني تعلم متوسط وتعلم مهنة وبعدها راح الجيش خلص جيشه من هنا كان في الوقت ده عمره اتنين وعشرين سنة ده الأخ الكبير طبعا زي ما أنتوا عارفين الكبير بيبقى دايما حمال الأسية وشاي الإلهام لما تم اتنين وعشرين سنة قال لولدته يما أنا هدور على سفر عشان أعمل بي حاجة للمستقبل يعني سافر عشان بيتنا قديم بيقع علينا هبعتلكم من هناك تهدوا البيت وتبنوا ونوا إن شاء الله مش هنزل اللي بعد تلات سنين متواصلين لغاية ما كون عملت البيت وحققت حلمي وحلم أخويا وحلمك الأمة قالت له يا ابن الله يعينك بس قال لها ليه عندك طلب يما قبل ما سافر قالت له عن أمك اطلب اللي أنت عايزه قال لها قبل ما ماشي أنا بحب بنت جران بنت الجران مش عشعة في قلبه ومعلقة في قلبي من أول ما كنت في الدبلوم وأنا بحبها وبصراحة متعلق بيها قوي يما مش هنفع سافر وعمل أي حاجة قال لما على الأقل أرتبط بيها وأرفت حتها للعاود أرجع قال إيها أتخطبت أم قلت له من عيني يا ابني نروح نخطبها لك خد فعلا أمه وخد أخوه الصغير اللي كان في الوقت ده عنده 18 سنة وهو طبعا كان الكبير عنده 22 سنة راحه يخطبه البنت البنت تعتبر من عمر أخوه يعني البنت كانت في الوقت ده في الدبلوم برضو يعني ابنه وبين الولد أربع سنين برضو من عمر أخوه المهم راح قبل ما يسافر اتقدم له الخطبة بتاعتها وطلب إيدها في وجود أمه واخوه الأب قال له يا ابني هتخطب بنتي إزاي ما نعرف البير واطا ده باتكو عايز موال وهد وبنى واخطبها لك على أي أساس ده أنت لسه حتى مش مكون نفسك قال لي يا عمي أنا وضبت خلاص أوراقي ومسافر الخليج هعمل اللي أقدر عليه هاعد ثلاث سنين مش هتشوف وشي فيهم بس أربط بإيه دبلة وخاتم وأقرى فتحة واعد ثلاث سنين مرة بعد أنزل إن شاء الله هتلقي بيتي مبني وجاهز وجاي بشبكة بنتك أحلى شبكة الراجل لما لقى العريس يعني عنده طموح ونوي يعمل خير قال له خلاص يا ابني على خيرت الله نقرأ الفتحة مش وهو مبسوط إن هو قرى فتحة البنت اللي كان بيحلم بيها يرتبط بيها وفي نفس الوقت عنده طموح وحلم كبير إنه يعد ثلاث سنين وفي الوقت ده يكون يعني هيا أموره بنبيته ولم شبكته وجوز نفسه زي أي شاب أو أي واحد مكافح وعنده أمل وطموح المهم لما سافر من هنا يشيء القدر بقى الصعب مع المسكين ده إن أول ما يسافر بعد طلع الشهور وهو لسه طبعا مدقش الإقامة لأنه زي ما أنتوا عارفين بيبقى قاعد فترة تحت الخبرة يعني بيبقى على كفالة الشركة بس تحت الاختبار ثم بيطلعولوش إقامة لما بيقعد فترة كده المهم بعد طلع الشهور من سفره جاله خبر وفاة والدته إن هي تعبت تعب صعب وما قدرتش تقوم المرض وماتت طبعا ما عارفش ينزل يعز فمه ولا عارف يحضر الجنازة ولا عارف يعمل أي حاجة بحكم إنه هو كان لسه مدقش إقامة الشركة مفقتش إن هو ينزل أو أوراقه مش جاهزة لإنه يعرف يخرج ينزل ويرجع تاني حتى المهم بقى هو بقى يقول لي نفسه أنا ما عادش ليه اللي أخويا الصغير وما ليش الله خطبتي يعني هسعى واللي أقدر عليه لازم برضو أحلمي وقف جنب أخويا عشان هو ما عادش ليه قلنا المهم ربنا عانه وقعد يشتغل ويكافح ويحرم نفسه ويلم ويبعت لأخوه يقول له يا بني حبيب أخوك هد البيت وأنا هبعط لك فلوس عشان تبنيه تلنته يبعط له أول بأول كل ما يقبط شهر يبعت لأخوه يعمل حاجة في البنى لغاية ما قام بثلت دوار دور تحت ودورين شقة ليه وشقة لأخوه المهم ما قال له أنا الوقت يا أخويا أخوه صغير أنا يا أخويا دلوقتي بنت لك ثلاث دوار على العظم يعني على العظم يعني لسه ما تشطبوش قال له خلاص أنا هكافح وهتعب وهبعت لك تشطب الدور التاني على الأقل عشان أنا عاطل نسايبي معاد هنزل أتجوز فيه هأعمل الأول هبوضى بالشقة الدور التاني ولو ربنا عني هكمل الشقة بتاعتك لو عرفت أوفر تمن جهازي وشبكتي قال له خلاص المهم فضل يكافح ويعمل بفجهده عشان يوضى بشقته ويلم جاوسته وكان على طول ما اتواصل مع أخوه كل يوم يوريله بالفيديو أنا عملت كذا الدور ده أنا شطبت ده وشطبت ده يعني كان الإخوات متابعين بعض عن طريق النت كان الأخ الكبير بيباشر اللي أخوه صغير بيعمله طول ما هو مسافر كيف يوم فجئ بالنصيبة بقى لقى خطبته بتقوله انت دلوقتي ما شاء الله عملت بيت حلو واخوك ما شاء الله مش سايب جهد عن جهده وبهنا 3 دوار وشطة بشقة سوبرالوكس وعمل اللازم بس أنا عندي مشكلة وشكلها كده هتبقى سبب فركاشة خطبتنا قال لها إيه هي المشكلة كل حاجة ولها حلو ان شاء الله قالت له أنا مش قادرة أجهز وابوي زروف على قده قال لها خلاص شوفي انت نقصك إيه وكل شهر أبعتلك تجيبي الحاجة اللي نقصاكي وأنا يا ستي هجهزك وأجهز نفسي أهم حاجة ما أخسركيش وأهم حاجة تفضلي معايا طول العمر أنا مسافر وعندي أمل إن أنا فرحان إن أنا بعمل كل ده عشانك وأنا مبسوط إن نبقى البعض فالفلوس مقدور عليها شوفي إيه اللي نقصك وكل شهر بعتيلي أقول لنا أنا جبت كذا ومحتاج قد كده وأنا هحول لك فلوس مباشر اشتري لي نقصك تمام تمام المهمة إنه يبعت لأخوه ويوظف في البيت ويبعت لعرسته وتجهز في جهازها لغاية ما تم ثلاث سنين قال أنا بقى أنزل مفاجأة كده وإيه ومعرفش أخويا عشان تبقى الفرحة فرحة كبيرة وفرح خطبتي ونزولي وانا ربنا جبر بخطر وجايب جهاز وجايب جواست معايا والحمد لله ربنا فتح علي من واسعة نزل الساعة تلاتة بالليل كان نواصل مطار مصر هو طبعا يعني كانت الوقت ده كان الناس كلها نايمة مش في عزة النهار عشان يشوف حد المهم كان على وشك أزان الفجر لقى واحد معرفة من نفس المنطقة اللي هو عايش فيها قال له حمد الله على سلامتك انت لسه جاي النهار ده من الخليج قال له آي قال لو من مخلتش حد يقابلك ليه قال له أنا حبيت أعمل لأهلي مفاجأة قال له ده أنا استغربت إن انت منزلتش في خلال التلات سنين اللي انت سفرتهم دول ولا حتى حضرت فرح أخوك ده أخوك اتجوز ومعاه طفل قال له أخوي أنا متجوز ومعاه طفل قال له أكيد انت متعرفش أخوي بقى ومتلغبط ده أنا أخوي كل يوم على تواصل معي على التليفون وكل يوم بعرف خط سيره إذنين هو هيتجوز وأنا معرفش عنه أي حاجة قال له والله إلا أنا بقوله لك ده الصح أنا فاكر إن انت عارف إن هو متجوز ومخلف إن أنا كل اللي اندهشت له إن إزاي إن أخوك يبقى وحداني ومتحضرش فرح أخوك وتقف جنبه وتفرح له كده قال له إيه أنا ما عارفش أنا أول مرة رسمع الكلام ده أكيد انت بتشبه يا عم الحج في حد غريب إيه المهم راح البيت على فجأة لقى البوابة من تحت مفتوح قال له إنت في سايب البوابة مفتوحة زي عادتك يا حبيب أخوك من أيام حياة أمي وهي عايشة وإنت طول عمرك إحنا اللي بنقفل البوابة علينا لو ما قفلناهاش ما كنتش بتقفلها إيه المهم طلع فوق لقى بسم الله ما شاء الله عمل مدخل البيت من جوه جرانيت ورخام وذكرات فرح ببيت وقال لي يا اللهم لك الحمد يا رب إن ربنا قدرني وعملت الخردة كله ربنا يعيني بقى كمان أعمل شقة أخويا وتبقى أحلى من شقتي وفرحان بالمجهود اللي عامله في الغربة والتعب إن بعد شقة لقى حاجة مستنيهة حلوة إن هو اكتهت وتعب ولقى في الآخر مقابل فطالع الدور الثاني لقى مفتاح باب الشقة طالع بر يعني موجود المفتاح بر الشقة كده والباب مقفول أم فاتح وقال لي أكيد أخويا زي منه جوه أم فاتح باب الشقة فوجأ إن في طفل نايم على رقنا كده ومتحجز عليه ودخل جوه يكتشف النصيبة السودة الله لا يبتلينا والله دي قصة حقيقية حصلت بالفعل عشان اللي بيقوله ده أنا بقى خيالية وبقى ألف والله حصلت بالفعل المهم الدخل لما شاف الأخ الأكبر اللي جاي من الصفر وفرحان إن هيشوف أخوه لقى طفل استغرب قال ليه الطفل ده إيه اللي جابه هنا وطفل صغير رضيع لسه ومتحجز عليه كده في الصالة ونايم على رقنا دخل غرفة النوم لقى الباب نص متوارب كده ولقى أخوه نايم جنب خطبته تدخيله بشعة المنظر أم قيل له أنت بتعمل إيه وإيه اللي جاب ديت هنا قال له دمراتي قال لي يعني أنا ببعتلك فلوس تبني وتقطر وتعمر وتوضب وتشطب عشان أنت في الآخر تتجوز خطبت أنا وأنت كمان يا ندلة كنت بتقول لي مش قادرة جاهز أنا بعتلك كل شهر فلوس من عرقي وتعبي وسحطي وشاقية وغربتي وفي الآخر بتجهزي لأخويا يا خينة مقدرش يتملك أعصابه أماسك جاري على المطبخ أماسك سكينة وأم ضرب أخوه ست طعناط وضرب البيت تلت طعناط بقوا مسيلين في دمهم يا رب الله لا يبتلينا يا رب في أولادنا ولا في عزيز علينا أم قاتلهم بالفعل وأم طالع غرقان إيده بدم بأخوه ومراته يعني جسمه كله كان غرقان دم من مطرح الطعناط شال الولد المسكين قال ما لهو الزنب هيقتله ليه ده طفل بريء وأم رايح بيت نسايبه اللي كانوا نسايبه الخينين وأم قال لهم خدوا الطفل ده أنا قتلت أمه وقتلت أبوه اللي هو أخوي وراح سلم نفسه للشرطة الشرطة بعد ما قابضت عليه لقوه يعني زي اللي مجنون هم في الأول شكوا أنه هو بيمثل أنه هم مجنون عشان يطلع من القضية ويخد براءة لكن هو بالفعل كان جايله زهوله بقى يقول كلام ويبرطن بكلام مش مفهوم دخل السجن من هنا بقى يضرب في المساجين ويعمل مشاكل ويخبط في الحطان ويخبط دماؤه ويفتح دماؤه في الحطة وبقى يبرطن بكلام ويتحكي يسير وساعة يسرخ المهم نقلوه للمستشفى المجنين حولوه من المستجن للمستشفى المجنين عشان يبقى تحت الرعاية الطبية لما راح فعلا تنقل للمستشفى الأمراض النفسية مع العلاج طبعا هو صدمة عصبية حادة وخطرة بقى يضرب برضو في النزلاء اللي هم في العيادة بتاعت الأمراض النفسية وبقى مبادل المرضى اللي هناك قموا بتوقع الأمراض النفسية قموا مطلعينه اللي هو دلوقت بقى خطر على اللي هم النزلاء اللي هم لصحاب الأمراض النفسية وطبعا بقى خطر على اللي هم السجناء فما عادش ليه مكان يعيش في المستشفى ولا عادي بينفع معاه أي علاج فيعمله ايه مشوه طبعا مشى بقى يتكلم نفسه في البلد ويضرب اللي يقابله وطبعا ربا شعره وربا دقنه وبقى تهدوم كلها متسخة عليه يعني بقى انسان تعبان نفسيا بمعنى تعبان نفسيا وبيهلوس بالكلام وبيقول كلام غير عاقل بعدما كان زين الشباب وكان زي الأمر وكان راجل مال وهدوم وكان شاب يفرح بقى يمشي في البلد حافي وهدوم كلها متوسخة ومطربة واللي يقابله يضربه واللي يقابله يشتمه ويتكلم كلام مش مفهوم لدرجة ان هو طبعا هو مش عارف بيته فين ولا عقله راح منه من كتر الصدمة اللي أخو عملها والخينة اللي هي يعني ضمرت حياته بقى ينام تحت الكبري يعني بقى ينام في البلد تحت الكبري وتحت الكباري على الأسفل تحت طريق على الرصيف ما بقاش عنده عقل ان يفكر زي حتى يعني يروح لدكتور يكشف ما عادش عنده أي عقلية مخه خلاص لدرجة ان هو من شدة البرودة لقوه ميت تحت الكبري مات تحت الكبري واندفن بصدمة ما كانش يستهلها يعني والله موضوع يعني يعني أنا بقول حسب يا الله ونعم الوكيل في أي أخ يدمر أخوه أنا مش متخيلة الوضع الموضوع صعب يا جماعة إن أخ كافح وتغرب وشقة وكبر وكتر وعمل لأخوه كمان يفجأ إن هو بعد ما يرجع من السفر إن أخوه متجوز حبيبته اللي كان بيحبها بغض النظر إن هي خينة أو غدارة أو إن هي مش محترمة أو إن هي مش طامر فيها الحب بس أخوه ما كانش يصدر منه كده ويقول له أنا بعد وفاة أمي عملت نقل حيازة البيت بإسمي يعني البيت كله ده بإسم الغاية ما يطلعه منشعره ويقتله إيه اللي يوصل أخوه يعمل فأخوه كده الدنيا مش مستهلة أي حد بيسمعني أخوك سندك بعد ربنا الأخ ظهر الأخ سند بلاش نقذ بعدنا بلاش نبص الحاجة تغيرنا طبعاً الكصة دي حقيقية وحصلت ومش حصلت مرة حصلت أكتر من مرة دايماً بيجي الغدر من الأقارب أو من الإخوات إحنا في زمن صعب من حق كل أخ يبقى محترم مع أخوه يحن الأخوه أنا كنت أنتظر من الحكاية دي إن واحد شئة وتغرب وخد اللي بيحبها كان ينزل يلقي أحلامه كلها يتحققت بمساعة التخول لإني معاه كانش ليه اللي هو هو نفسه ما كانش متوقع من أخوي يعمل كده ونازل يفجأوا ويفرحوا إن أنا جاي من السفر وعملها لك مفاجأة عشان أضمك لحضني إنت اللي هتقف جنبي وأنا بالبس بدلة الفرح إنت اللي هتقف جنبي وأنا بتصور مع عروستي إنت هتبقى عم ولادي إنت 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 فين دا كله الغدر كان صعب على النسان دا لدرجة إنه يتوفى تحت الكباري من عز البارد وهو فاقد وعيه وفاقد عقله والسنين الغربة الثلاث سنين اللي شاءهم روحوا بالهضر ودنيا ضاعت وطفلة ولد برضو من أمه وأبه غدارين ما كانش ليه زنب بقى يتيم فالغدر وحش ربنا يهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويهدي إخواتنا لبعضنا ويجعل أمة محمد دايما في رضا الرحمن ما اكتبهاش علينا ربنا ولا على أولادنا ويهدي المسلمين أجمعين طبعا دي كانت حكايتنا يا رب تكون عجابتكم إن شاء الله تنسناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرز عشان يوصلكم مننا كل جديد حبيبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته